في سياق آخر وتحت عنوان الكشافة الخضراء التقت مجموعة كشافة ومرشدات كنيسة جهداء الأردن في مخيم كشفي نظمته ذات الكنيسة في مخيم عمان الدائم التابع لأمانة عمان الكبرى وخلال فعاليات المخيم قيم قداس إلهي ترأسه قدس الأب الدكتور أشرف النمري راعي الكنيسة وتضمنت الفعاليات التي شارك به 75 كشافا ومرشدة بإشراف القائد عدي الصفضي محاضرات دينية وفقرات متنوعة وألعاب ترفيهية تهدف إلى تنمية روح الفريق وتعريفهم بطرق التعامل مع الطبيعة والحفاظ عليها مخيم الأول المجموعة بعنوان جرين سكاوت اليوم الأفراد 75 كشاف ومرشدة وأشبال وزهرات مخيم بلش ببركة قداس الإلهي ساعة سبعة مع القدس الأب أشرف النمري مخيمنا اليوم تناول أكثر من فئات عمرية بلش من الأشبال اللي هم من صف ثالث لصف سادس والعمر الأكبر اللي هم من صف سابع لأول ثنوي عدد الأفراد حوالي 75 غير القادة المشاركين هم حوالي تقريباً 20 قائد هذا أول مخيم كشفه لنا فحبنا ندمش فيه الجانب الديني مع الطبيعة فإنه كيف منرجع يكل الخلق من قبل ومنشوف إنه كيف الله خلق البيئة كتير جميلة وكيف إحنا لازم نحافظ عليها فأنا كقائد عم بحاول أنشر هاي الرسالة لأفرادنا ونورجيهم كيف إنه الطبيعة بتسبح الخالق زي ما بحكي المزمور سبح الرب يا جميع مخلوقاته فعشان يكاسم العنوان تبع المخيم تبعنا Green Scout كيف نحاول إعادة نعمل إعادة تدوير ونحاول نحافظ على الموارد الطبيعية للبيئة لنخليها بأجمل شكل ممكن